يمتد لكل محافظات هذا الوعي وحضرتك لما تاخد قرار احنا متضامنين مع ورسعيد متضامنين عشان اسعار السمك لازم تنزل للسعر الحقيقي محدش قال لك اخسر ما تخسرش ولكن منفعش تشتري الحاجة بمية اتباعها بمئة وخمسين منفعش رغم ايه تحمل سعر السولار والنقل وغيره ايش هيوصلك للسعر ده اللي بمية ممكن توصل كتير قوي مئة وتلاتين مئة واربعين مئة وخمسين لكن ما تبقاش بمئتين ما تبقاش بمئتين وعشرين ما تبقاش بمئتين وخمسين وهكذا الحاجة اللي هي سعرها تلاتين منفعش تباع بمية ممكن تبقى خمسين ممكن تبقى ستين ولكن ما توصلش المية وهكذا قص على ده كافة اسعار الاسماك وانا بتكلم هنا على اهلنا في بورسعيد اللي النهاردة خدوا قرار من انبارح وعايز اقول لكم الحملة دي مستمرة لمد اسبوع كامل والجميع يتضامن مع هذه الحملة وعملة طبعا رد فعل كبير جدا وسماعت في ضومياط يعني سماعت النهاردة في ضومياط وسماعت النهاردة في اسكندرية فبقى الاهل النهاردة في ضومياط واسكندرية كمان بدأوا في حملة اضافية لدعم اهالي بورسعيد وكمان هم قرروا يعملوا نفس الحملة في ضومياط وفي الاسكندرية تضامنا مع أهالينا في بورسعيد الإجراءات دي اللي انتو بتعملوها جدعانة ليه؟ تخلي الأسعار تنزل تبدأ تنزل المواجهة الشعبية الحملات الشعبية سلاح الشعب هو الأقوى المقاطعة الشعبية هي الأقوى أي سلعة تجد أنه فيه جشع وفيه استغلال قرروا مع بعض كده قطعنا نقاطع يلا قاطع عندما تقاطع تنزل الأسعار للسعر الطبيعي أنه التاجر يكسب شوية صغارين بيبقاش يعني جشع وانت كمواطن تقدر تشتير السمك أو السلع المختلفة هذه حملة متميزة جدا وحملة قوية جدا وليها ردود فعل كبيرة جدا وقادي محلات السمك وقادي السوق السمك والخسائر كتيرا لأنه كمان خلاص هو أهالي بورسعيد ما يقدر حدش يقدر يضحك عليهم يعني السمك بتاع النهاردة ما يقدرش بكرة يعرضه للبيع وهو عارف أهالي بورسعيد يقدر يعرف السمك الطازة واللي بايت فيقول له لا مش هشتريه هو هشتري فقط الأسماك الطازة وزي ما تشافين ده سوق السمك في بورسعيد بعد الحملة الشعبية الكبيرة وحملة المقاطعة من أهالينا في بورسعيد بنشجع هذه الحملات لأنه كمان بمواجهة الاحتكار مواجهة الجشع وزي ما بقول له كده كملوا في هذه المقاطعة كملوا حتى توجهوا رسالة ردع ودرس قاسي لأي تاجر يستغل أي ظرف ويتكسب على حساب الناس اكسب ولكن لا تتكسب اكسب ولكن لا تحتكر اكسب ولكن لا تسيطر على الأسواق فالتجار الكبار المسيطرين على سوق السمك في بورسعيد النهاردة اعتقد رسالة وصلتهم من مبارح ويبدأوا يتكلموا على الغرف التجارية والغرف التجارية بورسعيد طب نعمل ضمانات ايه؟ نعمل ايه؟ اعمل ضمانات مع الناس المواطن في بورسعيد وفي غير بورسعيد يحس أنه السمك ده سعره طبيعي سعره الطبيعي وليس السعر لأنه عارف الناس بتقولك هو بيشير الحاجة بستين جنيه يبيحالب بيتين جنيه ليه؟ هو كل ده مكسب طب يبيحالب تمانين يبيحالب تسعين يبيحالب مية لكن يبيحالب ميتين ليه؟ شوفوا الفارق قديه عشان كده النهاردة المزلت الأسعار ولا حد رح لهم كمان شوف نزلت من ميتين وميتين وعشرة وميتين وعشرين لتمانين وتسعين جنيه ومحدش رح لها في حملة مستمرة استمروا أهلنا في بورسعيد على هذه الحملة وزي أقول لكم أثرت ولها ردود فعل في دميات النهاردة وأيضا في الإسكندرية وربما محافظات أخرى تنضم كمان مع بورسعيد وبالتالي هي رسالة قوية بورسعيد رجالة بجد يعني جدعان زي أقول كده عندهم واعي كبير جدا لما بيقولوا حاجة بيعملوها ودايما زي أقول لكم كده يعني طول الوقت رسالتهم واضحة ومع بعض كده يعني يلا النهاردة هنعمل يبقوا مع بعض يتعاونوا مع بعض ودي الرسالة لازم توصل للجميع يلا شوفوا بورسعيد عملت يوا وعملوا زيهم بالمناسبة في أي سلعة رغم النهاردة نزلين الأسواق هنا في القاهرة والجيزة عشان أعرف كمان الأسعار اللي أنا كنت على مدار السين اللي فاتت بتكلم عليها هكلمكم عنها بعد شوية أسعار الوضع إيه ولكن روح لي بورسعيد ومحمد الغزاوي محمد مساء الخير مساء الخير يا سيد أحمد ممكن تقولي الحاملة بديتها إيه حتى وصلنا للنهاردة عايزة أقولي حدودك إن بورسعيد على مدار الـ 48 ساعة الماضية وحتى اليوم بتسطر مرحمة جديدة كعادتها بتسطر مرحمة